أمام هذه المتغيرات الدبلوماسية الكبيرة يقف دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الجديد على حفة قراره المتعلق بمنع دخول المهجرين إلى أمريكا فمع صدور قرار ترامب وقع قرابة مليون مواطن بريطاني على عريضة إلكترونية يطالبون فيها حكومتهم بعدم استقبال ترامب في بلادهم العريضة نشرت على الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني حيث تمكنت في البداية من جمع مائة ألف توقيع وهو العدد الكافي لتمريرها إلى البرلمان للنظر فيها بدورها شددت المفاوضة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في إدريغا موغاريني على أن الاتحاد سيواصل دعم واستقبال المهجرين مشيرة إلى أن موقف الاتحاد لا يتغير وسيستمر في الترحيب باللاجئين والتعاون مع دول المنطقة والعالم للتضامن معهم ووجهت موغاريني صفعة إلى ترامب حيث أوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيستمر أيضا في الاحتفال بكل جدار يهدم وبكل جسر يبنى في إشارة واضحة إلى سياسات ترامب وقرارته الأخيرة بدورها المستشار الألماني أنجيلا ميركل أيضا اتخذت وجهة نظر موغاريني حيث لفتت إلى أن الحرب الحازمة على الإرهاب لا تبرر تعميمات وارتياب إزاء ناس ذوي ديان وصول معينة برمتهم وعلى رأسهم المسلمين برأيي فأن هذا السلوك يندرج تحت مسمى الانتهاك الفاضح لقانون مساعدة ودعم اللاجئين الدولي تحديات كبيرة تتعلق بمدى جدية ترامب في تطبيق هذا القانون ما يضع سياسة واشنطن الخارجية رهنا لمدى تأثير هذه التحديات